موضوع التشبيهات وإلا الله بيكون يعني بيصير على أدنى نزغره تشبيه بتساعد ربما تكشف ناحية صغيرة مثلا تعددية في وحدانية بس ما بتكشف كل شيء ممكن تساعد بس ما بنتكل عليها كليا وذكر كمان سؤال تاني عن تجديف الروح القدس يعني إذا كل خطية تخفر على الإبن على يسوع المسيح ما معنى أنه لا تغفر بموضوع الروح القدس الآن احنا بنعرف أنه الكتاب مقدس واضح أنه كل خطية معترف بها تغفر إذا كان الملك داود الذي زنى وقتل لما اعترف الله سامحه رأسا والمسيح دفع الثمن يا رب الأياء باتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون ونشوف هالقدة فالغفران مفتوح لكن شو بيقصد عن التجديف اللي بيحكي الشي عن الروح القدس شو يعني التجديف على الروح القدس الآن في السياق هذا بيتكلم عن ما هو داخلي وما هو خارجي أوكي لاحظ الرأسا بعد ما حكي هيك بيحكي عن الشجرة الفاسدة من جوه والثمر بيكون فاسد إذا صحيحة من جوه بيكون الثمر صحيح فبقول الإنسان نفس الشي بيقدرش يمثل يعني يمثل الكلام بيقدرش يمثل على الروح الله بيقدرش يقول شي وقلبه شي تاني بمعنى تاني يعني أكبر خطيئة تختفر إذا كان الإنسان كان صادق في الاعتراف قول الصدق الحق وأصغر خطيئة لا تختفر إذا ما كانش الإنسان صادق هذا اللي بيحكي عنه بمعنى أنه لو كان داود اللي حكينا مثل عنه أو شاول أي واحد منهم ما كان صادق في الاعتراف لا تخفر له أكيد أما إذا كان صادق تخفر مهما كانت الخطيئة إذا كان الإنسان يعني التجديف بيكون الروح قدس بيحكي شي وأنا بيحكي شي تاني أوكي العكس التجديف هو الاعتراف أنه فقد الحس مثل ما بقول الكتاب المقدس أصلاً ما عندهش الاهتمام الروحي ومش بس ما عندهش الاهتمام الروحي لما المسيح أخرج الشياطين قالوا لا يعني أنه يخرج الشياطين ببعلى زبول برئيس الشياطين فبدلاً يعني أنه مش بس قاوموا وتقصوا لكن نسبوا عمل الروح الله إلى الشيطان صحة لأنه هون الاعتراف معناته لما روح القدس بيحكي شي أنا بحكي نفس الشي هذا يسامع لأن ذكر نقطة الأخ أنه هل معناته هذا الروح القدس أهم لا 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 مش هيك هذه مثل من الأمثلة الكثيرة في الكتاب المقدس كيف في الأقانيم الآب والروح القدس بيكرموا بعضهم البعض الابن يكرم الآب الآب يكرم الابن الابن يكرم الروح القدس زي هنا وروح القدس يكرم الكل واحد منهم يكرم الآخر بالتساوي مع أنهم متساوين في المقام ترجمة نانسي قنقر